موسيقى وفايده المشتركة المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا السمك وفي خلال مقاملاتهم الناس الاثنين دول هجوا في كيفية تسيير هنالأمل هنالمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الكان هو بس الرئيس الحالي هنالا السمك والوزير هنالأمن الآم والهجرة محمد صرف الدين مرقي ومآيه المدير الآم هنالا بوليس ناشونال قامو بزيارة عميس يوم 16 شهر واحد 2024 في الشانتيه هنالبونا هججيد للكوميسيريا هنتالأمن الأم للأصمة أنجمنا الكان الخدمي ما قادي تمشي فوغا عجل عجلة عشان دا يتأصفو بزيادة لتأخير في الخدمة اللامراقب الأم هنالا بوليس محمد شرف الدين مرقي كان أنتا توجيهات وتوضيهات للأمال عشان يخدمو بسرعة ويكمل البونا في أقرب وكت والرئيس اللا قديم أزلي أسوماني كان فاز في الدور الأولان الانتخابات الرئاسية هنالا اتهاد الكومار وعلى حسب النتائج الموقعة الكان أعلنوها يوم الثلاثة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أزلي أسوماني فاز ب33.209 أصوت ماناته 62.97% الكان أعلنه الرئيس هناللجنة الوطنية للانتخابات إدريس سعيد بن أحمد وكان للمترشيهين وكان للمترشيهين الأخرين سالم إيسى أبد الله وداود أبد الله محمد كان جوه في المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 20.26% وخمسة فاصلة 88% ودولة نجيريا هي أول دولة منتجة للبترول الخام في أفريقيا ولكن ما أدلين هنالأربع مصفات الآمة هاليا اهتياجاتها كل مركزة في البترول الأربع مصفات ده مشروه هقوم بيكلف تقريبا مليار الليكو في لوغوس الكان بخير لهم هاياتهم الكان بخير الوضع بالكامل في نجيريا في نجيريا بيقى تسليم هنالستة مليون برميل من البترول الخام في الأسابيع الفاتو وده لأشان يوردوا الأمليات الأولى لمصفة الكبيرة التابعة للمجموعة وده خطوة أساسية بعد ما مروا أكثر من ستة شهر لأشان يفتحوا رسميا المشروع الكبير البيكلف 20 مليار دولار الكان ما جدوا استلموه بسرعة والوزارة السودانية هنالشؤون الخارجية هالتابعة للا جنرال عبد الفاتح البرهان أعلنت اليوم الثلاثة بكونوه تجمد علاقات هقه مع تجمو هنالسبة دول هنالشرق إفريقيا الكان تاهي منهم ببرجال هنالآفه والسلام في سودان السلطات الإقليمية قادة تهايو لشان تدخل رسميا بين القوات الأسكرية في مشكلة هنالشهور الكان سبب تموت هنالكتير من المواطنين اشتركوا في القناة